موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي وسادتي تقبل الله الصيام والقيام وسائر الأعمال الماء تقوم الحياة في هذا الكوكب بعد الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي كلنا يحفظ هذه الآية كلنا يكررها لكن ما حظنا من فهمها الماء موضوع متميز للتفكر والتأمل بل أمرنا حق سبحانه وتعالى أن نتأمل في نعمته علينا قل رأيت من أصبح ماءكم غورا فمياتيكم بماء معين الماء لا تقوم الحياة إلا به ولا نعرف ولا نفهم كيف لسائل لا يملك خصائص متميزة أن يكون أساسيا في الحياة الحياة الإنسانية وحياة الكوكب عموما حكمة بالغة الإنسان والحيوان في ذلك سواء والله خلق كل دابة من ماء كما جاء في سورة النور بل أدخل فيها حتى النباتات تقال قتاد في تفسير قوله تعالى وخلقنا من الماء كل شيء حي المعنى خلقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النموي أو نحو حكمة بالغة وعبرة وفكرة فهو عبرة للمتأملين في دقائقه في تكوين الحيوان من الرطوبات وفي تكوين التناسل وتكوين جميع الكائنات الحية فكلها لا تتكون إلا بالرطوبة ولا تعيش إلا ملابسا لها فإذا عدمت منه الرطوبة من الكائنات الحية فقدت الحية ولذلك كان استمرار الحمى مفضل للهزال ثم إلى الموت كما جاء في تفسير من عاشور للآية أهمية الماء لا خلافة حولها متفق عليها في كل الحضارات الإنسانية لمركزيته في حياة كل المخلوقات وتتجلى العناية بالبيئة المائية في تجري الإسلامي في مسائل كثيرة جدا منها الناي عن حفر الآبار وعدم الإسراف في استعمال المياه في الوضوء فضلا عما غير الوضوء ونتأمل سويا هذا الحديث الذي رواه عضل الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السراف يا سعد؟ قال أفل وضوء السراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جاري طبعا أي شخص مننا سيستغرب كيف يكون السراف والإنسان في نهر أو بحر ممتد؟ هل سيضر النهر لو أخذنا منه عشرات اللترات كي نتعبد لله؟ الأمر ليس بهذا الشكل الذي قد يظهر عليه لأول وهل بل نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا هنا ويعلمنا على الخلق والقيمة يعلمنا عدم إهدار الثروات البيئية وأنه لا يرتبط بقانون الكثرة والوفرة بل يرتبط بقانون الكفاية والاستهلاك المقنن ولو كان في عبادة حتى في الوضوء فهو في عبادة لكن القيمة والخلق هيؤثر كل الفعل الإنساني فاستهلاك الإنسان بقدر ما يحقق الكفاية المطلوبة ولا يهم إن كان ذلك من أجل العادة أو العبادة فالقيمة تظل مطلقة ومجردة القيمة لما تكون سابقة على الفكرة فإنها ترشدها فحين تسبق مثل القيمة الاستهلاك فإنها ترشده فإنها تقننه ومن هنا فإن الاستهلاك المنفصل عن القيمة موقع في الهلاك وفي حديثنا اليوم عن الماء فإن هذا الأمر في غاية الوضوح والبيان فرغم أهمية الماء المركزية ومركزية في حياتنا الإنسانية بل عند كل كائنات والمخلوقات نتساءل عن ما يقع اليوم من تلويث الماء من تلويث المحيطات والتغييرات الكيميائية للمياه اليوم وأثر ذلك على المدايات القريبة والمتوسطة والبعيدة بل أثر ذلك على الاجتماع الإنساني والحيواني والنباتي والبيئي طبعا أي فساد لنوعية الماء يؤدي إلى خلل في نظامنا وعمراننا الاجتماعي إن اهتمامنا بنعمة الماء نعمة نعم من منظورنا العمراني والأخلاقي يحتم علينا الانخراط في حماية في السياق المحلي والعالمي الماء نعمة كبيرة موجبة للتفكر موجبة للتأمل نعمة تنتمي لمجال التسخير نعم فمما صخره الله للإنسان لكن هذا التسخير اليوم تدخلت فيه يد الإنسان خلقت نوعا من اللامساوى في حق الإنسان في الماء كم من الناس اليوم له الحق في الماء وفقا لما قالت ومنظمة الصحة العالمية هل تعرفون أن أكثر من مليار شخص محرومون من المياه النظيفة؟ هل تعرفون أنه يموت أزيد من 3.5 مليون شخص كل عام بسبب أمراض يمكن تجنبها لو توفرت إمدادات مياه صالحة للشرب وسبل الحفاظ على الصحة العامة؟ وحسب إحصاءات المنظمة الدولية في إن الفقاراء ينفقون نحو 20% من دخل أسرهم لحصوله على الماء طيب وقال جيمي باعترام منسق المنظمة لشؤول المياه والصحة عجزنا أن تحقيق أي تقدم في السنوات العشر الماضية ففي عام 1990 بلغ عدد المحرومين من مياه صالحة للشرب حتى ولوا في بئر مغطاء 1.1 مليار شخص وفي عام 2000 ظل العدد كما هو وقال إن جشفة 4 مليار إنسان كانوا يفتقرون سنة 1990 للوسائل الأساسي للحفاظ على الصحة العامة من صرف صحي وإمدادات المياه والمطهرات وظل الوضع على ما هو عليه سنة 2000 لماذا نذكر هذه الإحصاءات؟ نذكر هذه الإحصاءات وهذه الأرقام لنعرف الأزمة الحضارية اليوم علما أن الحق في الماء أساسي لا يجادل فيه أحد هو مما سخره الله للإنسان ومما سخره الله في الأرض لذلك نحتاج أن نعي التعاليم الأخلاقية في احترام الأرض واحترام البيئة وتحقيق مقتضيات الاستخلاف الموجبة للحفاظ على ما سخره الله دون إفراط أو تفرد في الختام أحب أن أختم الحلقة بكلام ممقشي حول الماء حول مجازاته أعجبتني كثيرا المجازات حيث قال وحياة النفوس بماء السماء من حيث الغذاء وحياة القلوب بماء الرحمة وحياة الأسرار بماء التعظيم وأقوام حياتهم بماء الحياء وعزيزهم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر